الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، الملف اللولبي للتحكم في الضغط سيمة الذي يعنيه ذلك، هذا رمز عام لمشكلات تشخيص الإرسال DTC، وينطبق عادة على مركبات OBD2 المزودة بنقل حركة أوتوماتيكي، قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من على الرغم من أنها عامة، قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة أعتماداً على السنة وتكوين ونموذج وتكوين مجموعة نقل الحركة، عند تعيين رمز مشكلة P0798 OBDA أي، اكتشفت وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM وجود مشكلة في الملف اللولبي للتحكم في ضغط الإرسال C تتضمن معظم عمليات الإرسال التلقائي ما لا يقل عن ثلاثة ملفات لولبية هي الملف اللولبي A وB وC فيما يتعلق بالملف اللولبي C توجد الرموز P0795 وP0796 وP0797 وP0798 وP0799 تستند مجموعة التعليمات البرمجية إلى العطل المحدد الذي ينبه PCM ويضيء ضوء فحص المحرك الغرض من الملف اللولبي للتحكم في ضغط النقل هو التحكم في ضغط السائل من أجل التشغيل السليم لناقل الحركة الأوتوماتيكي يتلقى PCM إشارة إلكترونية بناء على الضغط داخل ملفات اللولبي يتم التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي عن طريق الأشرطة والقوابض التي تغير تروس من خلال ضغط السوائل في المكان المناسب في الوقت المناسب أسنادا إلى الإشارات من الأجهزة المرتبطة التي تراقب سرعة السيارة يتحكم PCM في الملفات اللولبية للضغط لتوجيه السوائل عند الضغط المناسب لمختلف الدوائر الهايدروليكية التي تغير نسبة تروس الإرسال في الوقت الصحيح يتم تعيين الرمز P0798 بواسطة PCM عندما يعاني الملف اللولبي للتحكم في الضغط سي من حدوث عطل كهربائي مثال لملف لولبي للتحكم في ضغط النقل ما مدى خطورة DTC عادة ما تبدأ شدة هذا الرمز كمتوسط ولكن يمكن أن تتقدم إلى مستوى أكثر حدة بسرعة عندما لا يتم تصحيحه في الوقت المناسب ما هي بعض إعراض الكود قد تشمل أعراض رمز مشكلة P0798 مايلي تدخول السيارة في وضع العرج زلات ناقل الحركة عند التبديل ارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة يمسك المصباح ناقل الحركة انخفاض استهلاك الوقود من المحتمل أن تشبه الأعراض اختلال فحص المحرك تحقق من إضاءة المحرك ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز الإرسال P0798 مايلي حكم في الضغط المعيب الملف اللولب السائل الملوث أو الملوث فلتر الإرسال القذر أو المسدود مضخة النقل المعيبة صمام النقل المعيب الممر الهايدروليكي المقيد أو الموصل التالف الأسلاك المعيبة أو التالفة الأسلاك المعيبة ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P0798 قبل بدء عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها لأي عطل يجب عليك البحث في نشارات الخدمات الفنية TSB وهاش 39S للسيارة المحددة حسب السنة والطراز وناقل الحركة في بعض الحالات يمكن أن يوفر هذا الكثير من الوقت على المدى الطويل من خلال توجيهك في الاتجاه الصحيح يجب عليك أيضا التحقق من سجلات السيارة للتحقق من آخر مرة تم فيها تغيير الفلتر والسوائل إن أمكن فحص السوائل والأسلاك الخطوة الأولى هي فحص مستوى السائل وفحص حالة السائل للتلوث قبل تغيير السوائل يجب عليك التحقق من سجلات السيارة للتحقق من آخر مرة تم فيها تغيير الفلتر والسوائل بعد ذلك يتم إجراء فحص بصري مفصل للتحقق من حالة الأسلاك يبحثا عن عيوب واضحة تحقق من الموصلة ولتوصيلة تبحثا عن الأمان والتأكل والدبوبيس اجب أن يشمل ذلك جميع الإسلاك ولم وصلت إلى إلملفات اللي ولبي للتحكم في ضغط النقل ضغط نقل الحركة وPCM اعتمادا على اللاتكوين قد تكون مضغط إلى النقل مدفوع كهربائيا أو مدفوع ميكانيكيا خضوات متقدمنا دائما ما تصبح الخطوات المتقدم خاص تجيدا بالمركب وطلبا لمعدوت المتطور المناسبة للعمل بطقة تطلب هذا لإجراءات مقياسة رقمي متعد دولمر ناجعة قنيتي المحددة للسيارة اجب عليك اللحصة العلاء رشادات استكشافي الإخطاء وصلاحيا لخاصة بسيارتك قبل متابع أو الخطوات المتقدم قد تعتمد مطلبوت أو لجهد على اللنموج المحهد للسيار استختلف أيضا مطلبات ضغط السواء البناء على تصميم ناقل الحركة وتكوينه فحصات أو الوستمراري ما لم تحدد أو لبيانات الفنيتة خلق في ذلك اجب أن تكون الوقراءات العيدي للأسليكوية لتوصيلات صفر أو من من المقاومة اجب دائما اجرنا اختبارات إليستمراري مع إزالة إلى طاقي من الدائر لتجنب تقصير الدائر حدثة لمزيد من البر المقاومة أو عدم الاستمراري هي إشار إلى وجود خلل في الإسلاك المفتوحي أو القصير ويجب إصلحها أو استبدالها ما هي بعض الأصلاحات الشئاعة لذى إلى رمز تغيير السوائل واللفل إترست بدالي التحكم في إبضغط الخاطئ إصلاح الملف اللي ولي بالمعطل إصلحة أو استبدال مضخط إلى النقل المعيب إصلح أو استبدال جسم صمام إلى نقل المعيب تدفق لنقلت موظيف إلى ميرات مشكلة المضخ مشكلة أو نقل الداخلي مشكلة مجموع القياد نأمل أن تكون للمعلومات الواردة في هذو لمقال فيدا في توجيهك في الاتجاه الصحيح لتصحيح إلى مشكل من خلال رمز مشكلة والتحكم في ضغط الملفل لوليبي هذو لمقال إعلامية بشكل صير من ويجب أن تكون لأولوي للبيانية التقنية المحددة وانشورات اللي خدمت لسيارتك